العراق يحتل ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الهجمات المسلحة بعد أفغانستان من ناحية تأثيرها على الاقتصاد المحلي هذا ما أظهره مؤشر الإرهاب العالمي في تقريره السنوي لعام 2018 التقرير أكد أن التكاليف الاقتصادية للاضطرابات الأمنية بلغت 10.8% من الناتج المحلي الاقتصادي وتشمل هذه التكاليف ما يتحمله أهالي ضحايا الفوضى الأمنية إضافة إلى الإنفاق الحكومي والنفقات الطبية وما إلى ذلك من تكاليف غير مباشرة كفقدان الإنتاجية والكسب نتيجة تزايد عدد القتلى وخصوصاً ممنهم في سن العمل والإنتاج كما أن هذه التكاليف تتضمن الصدمة النفسية للضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم ويأتي رصد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018 الذي من المفترض أن تكون العمليات العسكرية فيه قد انتهت إلا أن الهجمات المسلحة ما زالت مستمرة في وقت نفى فيه مسؤولون عسكريون وجود علاقة بين تنظيم الدولة وبين التفجيرات التي شهدتها محافظة نينوى في الآوينة الأخيرة حيث ينسب قائد عمليات نينوى نجم الجبوري تفجيرات المحافظة إلى مجاميع مسلحة وعصابات ابتزاز متنفذة لم يسمها تقوم بها لأسباب اقتصادية وسياسية وفي الحديث عن السياسة يؤكد النائب علي البديري وجود مافيات لها نفوذ حكومي تحاول من خلاله فرض سيطرتها على مسرح الصراء في حكومة عبد المهدي حيث تعمل وفقا للنائب البديري على ترشيح شخصيات لتسنم وزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن انتفاعها من استمرار الفوضى لغرض استمرار انتعاش سوق السلاح في العراق وبالتالي يبقى الاقتصاد العراقي عرضة للانهيار سواء كان ذلك بحد السياسة أم بحد السلاح